اهلا بحضراتكم مرة ثانية برحب بحضراتكم وبنرحب بدفنا النهاردة في المحترف الناقض الرياضي المتميز محسن الاملوم هنتكلم معاه في كل الملفات اللي اتكلمت مع حضراتكم فيها في الانترو ان شاء الله تكون حلقة ممتعة محسن سأل خير عليك سأل خير يا كابتس أخبارك ايه تمام الحمد لله محسن طبعا عندنا كذا محور النهاردة في حلقتنا حنبدأ بالصراع في البريمير ليج خلاص زي ما بيقوله خلاص راعة يعني محتد ما بين الاثنين المدربين كبار جدا على مستوى عالمي بنتكلم على جارديولا سيتي ونتكلم على يورجون كلوب ليبربول عمتا شفت الجولة الثمانية وعشرين زي في البريمير ليج من خلال متابعاتك طبعا والصراع ده رايح على فين يعني يعني همسنا احمر رحيم طبعا الصراع وهيستمر كده للنهاية خلاص وكان طبعا كان في البداية دوري كان سلاسي وكان احيانا الرباعي مع وجد تدعمات اليونيتد طبعا خلاص مع الوقت خلاص قد الأمر زي ما بقوله ما بقى هو خلاص بقى الموضوع ما بين سيتي وليفر بشكل كبير جدا وسيستمر حتى اخر مباراة يعني ممكن لو حتى فرق لست نقاط مع افضلية المباراة طبعا مباراة زيادة للسيتي اللي هو انا قدر نقول مثلا تلات نقاط لو كلام ما موجود في الدوري الفرنسي في الألماني حتى في الأسباني ممكن اقولك الموضوع انتهي قد الأمر لكن التحديد الدور الانجليزي مستحيل مستحيل لو باقي جولة مش باقي جولة ده احيانا بيبقى باقي مثلا الوقت الضايع صحيح وبيتحسم كلنا نشوفنا السيتي لما خد الدوري اعتقل سنة 2012 في الوقت الضايع وكان الصراع ما بينه كان اليونيتد والمباراة انتهت تقريبا بتعليونيتد وقتها وكان كسبان الدوري ولكن ديئة 90 خلصت وكان اليونيتد بطل ولكن الوقت الاضافي 93 خلصه والسيتي هو البطل فالدور الانجليزي تحديد ده ملوش اي مقايص ويفضل دي حلوته بصراحة حتى لما تبص النار دهما تقريبا بقى عشر مرشات تقريبا انا هاخد من تلمك ويمكن الاثنين المدربين تلعوا بتصريحات في النقطة دي بالذات بيب جارديولا قالك انا بالنسبة ليفر بول هو اصعب منافس في خلال مسارتي التدريبية وده يعني قد يقول ان فيه قلق بالنسبة لجارديولا على الجانب الاخر كمان بيتكلم يورجون كلوب يقولك لولا وجود المان سيتي في البريمير ليج كان ممكن جدا ليفر بول يحصد القاب كثيرة جدا جدا ففيه احترام متبادل ما بين المدربين ما بين الفريقين ما بين الجماهير ولكن خلينا اسألك سؤال يعني ايه اللي حيميز فريق عن فريق الفترة اللي جاية ايه اللي ممكن يعمله بيب جارديولا عشان يأمن نفسه ويأمن القمة وإيه اللي يعمله يعمله كمان يورجون كلوب علشان يفوز كمان بالبريمير ليج وده شيء موارد لغاية دلوقتي طبعا اه شوف هاركو بايا مش اقل من عشر مرشات لكل فريق فيه عنصر اسمه المفاجأة هو اللي هيحسم المبارية يعني مثلا من باركة كتير من جمول ليفر بول معاول على المبارات اليونيتد أنا واحد ما كنتش معاول عليه خالص يعني كان صراع الديربي والكلاسيكو ما بين ديربي او فريقين مدينة منشستر بيحافظ اكتر فريق السيتلوه بكل امانة اقوى بكتير من فريق اليونيتد فكانت نتيجة فوق نظر طبيعية لكن انا باتكلم على المتشاطة اللي ممكن يحصل فيها مفاجأة زي ما سان توتن هام بيرني لي بشارف اي حد ما اي دور انجليزي مفوش اصلا مقاشا لكن تبقى الرهان الاكبر جدا والكبير جدا والعزم جدا يوم تسعة ابريل على ملعب سيتي مباراة الفريقين دون مع بعض دي اعتقدت تبقى حاسم بشكل كبير لا بديل فيها عن الفوز لفريق ليفر بول اذا الامور مش كده يعني يكساموا بواعد يتعادلوا بواعد يخسروا مثلا يعني اذا الامور مش كده خلاص لا بديل عن ليفر بول عن الفوز فيها لان الفوز فيها بيعني ليفر بول القمة وشكرا لكده ويبقى هو البطل فيما لو الامور مشت زي ما هي يعني لان هارك عارف المباراة الاولى خلصت في الانفلد اتنين اتنين فالمباراة دي انفاس فيها ليفر بول وانا اتمنى ذلك هيبقى اول اعلى هيعور في فرق النقاط الثلاث الثلاث يعني ويكون هو الاعلى يعني بحكم على قل المجات المباشرة هو كمان حتى اهداف اكتر وفرق اكتر اكتر اهداف اكتر من صفح ليفر بول اذا الامور مشت كده لا بديل وحتى لو مشرتش كده لا بديل عن ليفر بول للفوز بال اذا انها شايف لليفر بول بعمل اللي عليه الفرق كان واسع اكتر من كده خلي بالك الضغوط اكتر على ليفر بول لانه هو دايما كان عنده مباراة مؤجلة فدايما هو تحت الضغط انه هو لازم يعود المباراة ديت ولازم الضغط وبيحط سيتي تحت ضغط. بسبب. نوع عمله ألأ. ما بيفقدش. فالعمالية يدي له شوية من الأرياح. مثلا لو كانت عادل مثلا فيدي أرياحية للسيتي أكتر. حتى لو خسر يبقى برضو الأول. لكن هو الضغط اللي ماشي وراعي من تقريبا 7 موريات أو 8 مباراة. فوز متتالي. ده صعب جدا. صحيح. كمان في الدور الإنجليزي. فهو الليفر فاق يعني مش عايز أقول متأخر. بس طبيعة الكورة كده الكيرفات بتطلع وتنزل. عشان كده حتى المباراة الأخيرة. ده مستهام. ما كانش الأفضل قوي يعني. بس قدر يفوز. هنتكلم عن الماتش ده. بس خلينا نشوف النتائج الجولة الأخيرة. أو الجولة 28 من البريمير ليج. نشوف النتائج مع حضراتك. وأكيد هنتكلم على مباراة كمان كانت قوية جدا. ما بين ليفر بول ووستهام. طبعا ليستر سيتي 1-0 على ليتز يونيتد. أستون فيلا بيفوز 4-0 على ساوس هامتون. نيو كاسل بيفوز 2-1 على برايتون. ونورد سيتي بينهازم أمام برينتفورد بـ 3-1. برنلي الخسارة أمام تشيلسي 4-0. وولفر هامتون بخسارة أمام كريستيل بألس 2-0. وطبعا ليفر بول بيفوز على وستهام 1-0. طبعا واتفورد بينهازم أمام الأرسنال 3-2. وطبعا المان سيتي بيفوز بنتيجة كبيرة على المان يونيتد 4-1. وطبعا النهاردة الساعة 10 إن شاء الله مباراة كبيرة. كمان توتنهام مع إيفرتون. خلينا محسن نروح. زي ما كنا بنتكلم أن مباراة المان سيتي أمام مان يونيتد مباراة فاصلة. لكن كمان يوجن كلوب أمام مستهام كان بيقابل فريق قوي جدا جدا. وقدر يفوز فيه 1-0. قبل ما أخش في الفانيات والأرقام. شفت محمد صلاح إزاي المطش ده؟ يعني محمد صلاح كان متوقع بصراحة يهدف. أنا كنت متوقع له يهدف المباراة دي. خصوصا فريق استهام أحد ضحياء المفضلين في أول مرة ما يسجلش أمام مستهام. بالضبط يعني هو واتفورد أكتر فريقتين يسجل فيهم 9 هدف في كل فريق. فكان مرشح أنه يعني يسجله هدف واثنين. ولو العملية فتحة. لكن طبعا كانت مفاجأة. طبيعي بيحصل في الكرة لا يوجد أي مشاكل خالص. يمكن حتى حكم الكلاب المدرب استبدله في الدايئة 80 أو 79 من عمر المباراة. شفت ردي فعله إزاي محسن؟ لا ما عادي يعني طبيعي. يعني ما بيكون طبعا رجل هداف وهداف الدور الإنجليزي كله. وهداف فرقته. وهو اللعب الرقم واحد بكل أمانة في العالم كمان. مش بس في الدور الإنجليزي أو في فريق ليفربول. طبعا طبعا بيكون متضايقة. اللعب في الأول في الآخر مهمته الأهداف. ما في الشكل خلي بالك أنا كمان. يعني أنا إحساسي كلعيب قبل كده. وفي الملعب لما بحاول يعني بحاول أطلع أكتر من عندي. وخاصة لو أنت كمان بتلعب مهاجم. وتحاول تهدف. مصلاح متعود زي ما أنت بتقول. متعود على التهديف كل مباراة. والكرة مش ماشي معايا. واجي أطلع آخر عشر دقيق. هو الرد فعلي مش ضد يورجون كلوب. هو ضد نفسك. بالضبط. هو كان عايز يكمل ويحاول آخر ديها. لكن طبعا يعني هي كان بين المباراة. يعني محمد صلاح ما كانش. خلص مش في يومه. مش في يوم بالضبط. بتدي في اللي جاي. يعني أعتقد عدم تهديف مبارات واستهام. هيكون دفع أكتر. حافز طبعا. دفع أكتر نيساج. طبعا عنده مباراة. مش عايز أقول سهل في دورة أبطال أوروبا. مباراة طبعا الغد قدام إنتر ميلا في إياب دورة ثمانية في دورة أبطال أوروبا. أعتقد بتدوله أكتر. أنه هو اللي يسجل فيها حتى لو كانت مش عايز أقول محسومة يعني أو شبه محسومة. بتدوله دفع معنوية أكبر. صحيح. للمشيات اللي جال. وكانت المباراة ديت. كان كمان كان يورجون كلوب المدير الفني الليفرد بول. كان حامل هم مباراة وسط هام يمكن قابليها بأسبوع. كان بيتكلم أنه عنده مباراة في كاس الاتحاد. وبعديها حيقابل فريق رائع بين قوسين ووسط هام. اللي بيقدم نتائج أكتر من رائعة. لكن كان فوز مهم جدا لليفرد بول. للإحفاظ على فارق الثلاث نقاط أمام الستي. يوجن كلوب المدير الفني الليفرد بول. قال إيه بعد هذا الفوز. نشوف ما حضراتكم. عندما تفوز بسبع مباريات متتالية. أو كحالتنا 12 مباراة على التوالي في كل البطولات. فإن هذا لا يعني أنك تفوز فقط في المباريات التي كنت متفوقا فيها. بل تحتاج إلى استنفاذ أقصى طاقة ممكنة للفوز بمباريات مثل مواجهة وست هام. لا تكون فيها متفوقا. وهذا ما أنجزه اللاعبون. من المهم لنا تحقيق نتيجة في هذا الموسم. وعلينا مواصلة المشوار. وليس هناك وقتا للراحة. أعتقد أننا أحسسنا في مباراتنا ضد وست هام بضغوط. وتعجلنا لإنهاء المباراة. بدلا عن اللعب بهدوء. في مثل تلك اللحظات والقيام بمحاولات في اللحظات الصحيحة. هذه قصة المباراة. عجزنا عن إنهاء المباراة. وظل الباب مفتوحا. رأيك في تعليقات يورجون كلوب. وكان فعلا واضح إنه شاي الهم المباراة دي بزيات. لأنه بلعب فريق كبير زي وسط هام. بالضبط هو ممكن زي ما قال حرك قبل. أنا قلت حرك قبل الفيديو. إنه هو سبع مباراة متتالية. فوز قبل المباراة. واتناشر في توتالة هو قالها. المباراة بقت الفوز الثامنة على تواليد. ده صعب جدا. حتى لو كانت الفوز حتى لو قبل أضعف فريق أو آخر فريق في الدوري. هو برضو في النهاية اللعيبة بشر مش مكان. مش ألات. يعني في النهاية بيحصل موما من الاسترخاء. بيبقى هدوء كده في الفرق. حتى لو كان المنافس مش على قدر مساعدين. المشكلة اللي يمكن بتواجه ليفربول في الفترة الأخيرة. لكن طبعا هو يحسب ليه بكل أمان أنه مازال بيضغط على الستي. اللي سيتي هيخسر نقاط. والليفر برضو يخسر نقاط. لكن هو بيعمل الحلول. توقع كده في. طبعا لسه بقي عشر أسابيع. كل شيء وارد. يعني أعتقد أنه في الفترة اللي جاية نيه. كله هيخسر. لكن في النهاية أكيد طبعا أتمنى ليفربول يفوز بالدوري. لكن الضغط ده موجود. وهنشوف طبعا قمة البرمليج يوم 10 إبريل. يوم الحد 10 إبريل على ملعب الاتحاد. اللي هو طبعا ما بين الستي وليفربول. طبعا دي مباراة ينتظرها العالم كله. وليس فقط محب الفرقين أو في البرمليج يعني. ما فيه شك طبعا صورة يوجن كلوب اللي قدامنا دلوقتي. هو مدرب على مستوى عالي جدا. وقادر يعمل حتى على مستوى الروتيشن. على مستوى إراحة بعض النجوم. من خلال طبعا وجوده حتى لسه في كاس الاتحاد. كل الناس ساد يوماني بيؤدي أداء أكثر من رائع. وطبعا أرنولد ظاهرة بصراحة أرنولد. فيه طبعا أرقامه فيه أداءه مع ليفربول. بيقدم من أفضل مواسم على الإطلاق لأرنولد. وبيزبط كل يوم كمان أنه أفضل ظاهير أيمن في العالم. بصراحة كل الفرقة. يعني فرقة أنا بصراحة حزينين دي ما تاخدش بطولات. يعني أما خدوا الدور وخدوا دور الأبطال من سنتين. لكن دي فرقة لازم تاخد بطولات أكتر يعني لا يغني طبعا كاس الربط أو حتى الاتحاد مع ترامي اليوم. لكن لا بدوا دول يأخذوا دور يعني الدور الإنجليزيو. وليما لا حتى يكملوا في دور الأبطال. ويقولون أن الفرقة دي يعني دا جيل السسنائي في ليفربول يعني يستحق أنه هياخد بطولات أكتر من اللي أخدها. إن شاء الله البطولات كلها كمان وكلنا مع محمد صلاح وليفربول. لكن عن روح لديربي طبعا منشستر كان مباراة. مباراة يعني كل جماهير مصري اللي بيحبه محمد صلاح وليفربول يتمنوا طبعا نتيجة أفضل من كده بالنسبة للمان يونايتد. لكن المباراة في مجملها كانت كارثية كارثية بمعنى الكلمة لي المان يونايتد على المستوى الروح على مستوى الأداء وخاصة في شتود تاني. شفت اكتساح المان سيتي لليونايتد أربعة واحد إزاي؟ حراك قلت نتيجة كارثية أو مباراة كارثية الأحسائي اللي موجودة في المباراة أخر ربع ساعة البوزيشن أو السحواز بتاع أخر ربع ساعة 98% لـ 2% 98% يعني ده ما حصلش في الكورة يعني ما بيحصلش. أنا كنت متوقع أكيد زي كل المشجالي فربول طبعا بيتمنوا التعصر لكن مش المباراة دي لأنه حتى بيبقى ياخد ديربي المدينة قصدي اللي هو ابناء مدينة منشستر طرفايا منشستر يونايتد ولا السيتي. طبعا الصراع ما بينهم بيخلي لعابة الصنفر أكتر يعني ممكن يتغلب من فريق عادي بيرني لو قال لي حاجة مش عادي طبعا لكن ممكن يتغلب من بيرني على أرضه لكن السيتي مباراة للكلاسيكو لازم يكسبها الكلاسيكو اللي هو ديربي المدينة يعني. عشان كده هو طبعا كل ظروف مكتموية بصراحة أنه يفوز ويفوز بنتجة كبيرة جدا كمان يعني. وظروف حتى اليونايتد معارش فريق غريب جدا مع أنه بدأ الموسم بتعزيزات كويسة ولعبة كويسة على كل مستوىات لكن بصراحة مع الوقت يعني يعني عمال يتراجع يتراجع حتى لما أرسنال كيس بواتفورد خد منه كمان المركز الرابع يعني يعني حتى الناس باستفدوا كمان من هزيمي. لأ ونتايج كارثية وغياب رونالدو أنا عايز أتكلمك في غياب رونالدو واضح جدا أن يمكن رالف كمان رينجين المدير الفني دخل صراع ما كانش ليه أي لازمة. بالضبط وأعتقد ده يكون على حسابه الشخص لأنه في بعض التقارير قالت أنه خلاص في نهاية الموسم سيارحل لكن على الجانب الآخر هل تعتقد أن فعلا رونالدو يعني كان سليم ومرضاش يلعب مرضاش يقعد احتياطي مثلا مرضاش يتواجد في دكة البودلاء وبالتالي كان العزر عنده أنه هو مصاب أو عايز أشوف التحدي ما بينه ما بين رالف رايح لفيني. خلينا أقول حركة في البداية أن التصريحات أصل مدرب كانت خاطئة أنه هو يقول اليوناتب بدور رونالدو أفضل من اليوناتب رونالدو لا طبعا ده كلام لا يليق ولا يصح حتى لو كان رونالدو ده لعب عادي. وحتى أخلي بالك حتى أولمان يونايت الكسب هو دخل في رهان مع نجمة بيه زي رونالدو يعني دايما بيقوله المدرب لو نزل لمستوى اللاعب في النقاش هو خصوان. وبعدين اللاعباء كمان لعبت الوناتب كلهم أعلنوا عن غضبهم من غياب رونالدو حتى بعض اللاعباء قالوا أنه كان مفروض يبقى متواجد لأنه ده بيدينا دفع معنويها مفروض. لكن واضح أن رونالدو حتى بعض التقارير الصحفي قالت أنه ما كانش موجود أصلا في إنجلترا. ده سافر البرتغال وطبعا شقيقة رونالدو فضحت الكلام اللي قاله مدرب رانجينيك أنه قالت أنه هو مش مصاب ولا حاجة طبعا هو الرجل قال لا ده مصاب. أنا سأل نهارده جاوب على السؤال ده للصحف البريطاني. وقال أنا الطبيب قال إنه هو مصاب ومش يقدر يكمل. فبالتالي السببات أنا ما قدرش أكبر لاعب ولا لاعب لاعب مصاب يعني هو بيبرق نفسه. لكن في النهاية كل بيحصل ده بيخلي موقفه سيء خصوصا أنت أصلا ما عندكش حد أنت كفاني غايب ما عرفش الفرقة بيحصل سيء. حين لغبطة شوية حتى على مستوى الأداء الدفاعي طبعا مجوير كمان عامل كوارس. ده كاريسي يعني ناس كانت بتسمين بارح مهاجم 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 السيتي. يعني طبعا مش ده أبدا مجوير اللي كان بيلعب في الهال سيتي من كام سنة لما راح بصراحة نتاجة كلها حتى بالأرقام سيئة جدا. أنا حاقدك في سكة تانية خالص وعندنا يمكن طبعا عندنا فريق إعداد مجتهد جدا محمد منصف حمل لنا مقارنة مش هنكلم بقى على الأداء الفني لكن مقارنة مالية. أول ما تسألت لو سألت أي حد مني بيصرف أكتر يقول لك أكيد المان سيتي. المانشستر يونايتد الإرادات التجارية ربعمية أربعة وتسعين مليون جنيس ترليني. الإنفاق العام على الصفقات ده في آخر عشر سنين المان سيتي صرف تسعمية أربعة وتمانين مليون جنيس ترليني. المان يونايتد صرف مليار أو 75 ألف يعني مليار و750 مليون. مليار و75 مليون. ده رقم كبير جدا جدا ويمكن بعض الناس كانت بتفتكر العكس أن بيب جارديولا في الترانسفير بيصرف أكتر. لكن واضح أن المان يونايتد صرف مليار و750 مليون. على مستوى الأجور بتتكلم أن المان سيتي 142 مليون تسعمية أربعة واربعين. ده سنويا مقابل 208 مليون لمان يونايتد. طبعا الأعلى أجراند دي بروين ده وطبعا عقده 20 مليون جنيس ترليني سنويا مقابل كريستيان ورونالدو. اللي بيحصل على 25 مليون و520 دوت جنيس ترليني سنويا. طبعا الكريستيان ورونالدو أقصر طبعا أو أعلى أجر في المان يونايتد. على مستوى القيمة المالية للناديين على مستوى من شستر سيتي تتكلم في 2 مليار و170 مليون جنيس ترليني. مقابل 2 مليون و661 مليون جنيس ترليني للمان يونايتد. من الواضح حتى على مستوى القيمة المالية على مستوى الانفاق على الصفاقات. واضح جدا أن المان يونايتد أكثر انفاقا. ولكن النتيجة زي ما احنا شايفين حتى دلوقتي وارد جدا خروجه من الطوب فور أو طوب 5 على مستوى البريمير ليج. شايف ده إزاي؟ أولا المقارنة دي صادمة بكل أمان. صادمة للجميع لأن أي حد هتتكلمه حتى المختص والغير متابع حتى بشكل جيد. هيقول طبعا ما نستي للإماراتيين وما إلى ذلك. لكن أنا طبعا بحقية عليه لزميلنا للأستاذ محمد نصف. لأنه بصراحة ده تقرير الصادم. وفجأة الناس كتير. وفجأة الناس كتير. أنا بصراحة ما توقعت العكس. لكن ده بيبين أن أول حاجة اللي هو المكاسب التجارية قصدي أو المكاسب بتاعة الستي. أنه هو ده نتيجة البطولات اللي بيأخذها أو اللي بيشارك بالصفة دائمة في دور الأبطال. فبيحصل على أرقام أكبر كل ما يصل للنهائي للموردة. ده مش موجود عند اليونيتد. غياب البطولات وتراجع المستوى بيخليه ماديا يكفي. زي ما أحرك قلت مثلا أنه وخرج من طوب فور مش هيتأهل لدور الأبطال. مثلا ممكن يروح الدوري اللي هو اللي هو اللي هو اللي يجيب أقل شوية. حتى على المستوى الدوري أبطال أوروبا وهو النتيجة واحد واحد لكن عنده مباراة صعبة كمان. ممكن جدا يخرج من الوارد وارد مع المستوى الهزيل ده والنجوم اللي مش مش في مستواها والتغييرات الكتير. بصراحة لا يعني وارد كمان أنه يبقى يعني يخسر كمان ماديا أكتر من كده أو يتقل كمته المادية. بسبب أن هي البطولات هي اللي بتجيب الانتصارات والبطولات. الإنجازات هي اللي هي بتحققها ده ما هي اللي بتخليك قوي يعني أنت مثلا كل ما تستمر على مثلا منتخب مصر لم يفوز بكاسة أفريقية. لكن خد مقابل مادة كبيرة ومجرد وصوله مثلا الوصيف اللي طلعوا في قبل النهائي. حتى على مستوى الترتيب على مستوى الرينج تنفيفة صعدنا. بالضبط ما ده عشان كده تلاقي دايما النادي الأهلي مثلا في حتة تانية على مستوى العالم. مش مش على مستوى في بعيد تماما عن أقرب المنافسين في لي سواء محلية أو حتى أفريقية بسبب الانتصارات. حتى لو لم يفوز حتى بدور الأبطال بتلاقي مثلا متواجد بيخسر في النهائي قبل النهائي. خر مش عارف ده كل ده بتبقى بيديله قيمة مالية وقيمة معنوية. نفس الكلام موجود ده 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 نجاح نتيجة نجاح الإدارة الإدارة نادي منشستر سيتي بصراحة. وده سبب تخبط إدارة نادي منشستر رونيتد. اللي أعضح أنه هو السرع لي جفريكسون مش يخد السر معه. مش يخد السر معه وأعتقد كمان على مستوى الإدارة الفنية. هكون في تغيير في نهاية هذا السيزن على الإدارة الفنية. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه هو بادر شوية. تعتقد أن زينة دين زيدان بتوصية من رونالدو. وهو المدير الفني يمكن المرشح الأقوى للمان يونيتد السنة اللي جاء؟ والله أعتقد زينة دين زيدان زكي ومش هيقبل المنزل. مش هيقبل. مش هيقبل لأنه كان قبل السلسشار سعد ميشي بعد الهزيمة لما ليفربول فاز على الوناتد على أرض وخمسة سفر. كان طرح اسم زيدان وبالفعل تكلم معه في الآخر ما راحش. واضح أنه هو قاري المشهد كويس طبعا وراجل أكيد اسمه كبير جدا. مش هيغامر بحالي زي كده. كان يقبل طبعا نادي اسم منشستر رونالد اسم كبير جدا. ولكن بظروف الحالية لا. يعني مش مش محظوظ المدرب اللي يدرب بصراحة منشستر رونالد دلوقتي. هيدرب اسمه فقط لكن اللي نادي بوه. ممكن جدا على مستوى السيزن اللي جاي يكون فيه تحديات ومشروع آخر. ممكن يكون بشروط أخرى عصا عادة صفقات معانا أسماء لعبة بعينها. لكن غير كده أعتقد مش محظوظ تماما أي مدرب أمورين يدربهم. يعني طوب الأرض يدربهم بصراحة لا الفرقة يعني غير محظوظ تماما أي مدرب يدرب. طب عزين نشوف الأرقام لو الأرقام بوجهزة لمباراة الستي ومباراة المان يونايتد حتى من خلال الأرقام كان واضح جدا. فيه تفوق كبير جدا جدا للمان الستي بشكل أكثر من رائع. وخلينا نتكلم طبعا على طبعا أربعة واحد نتيجة كبيرة. وعايز أقول لك كمان تقلق دخيم حارس مرمى المان يونايتد. أنقذ على الأقل أربعة خمس كور كلهم ازافي. يعني كان ممكن نتيجة دي تبقى سبعة واحد. بص على البوزيشن 72 في المائة. خلينا نبص على البوزيشن. أنت بتتكلم على 72 في المائة مقابل 28 يمكن المان سيتي. لكن الرقم اللي أنت قلتولي كان مزعج جدا إن وصل لـ 98 في المائة مقابل 2 في المائة. آخر ربع ساعة. موجود يقدروا الزملة لو يقو على النيت. موجود يعني حاجة كارثية حتى كان مصار شخرية لصفحات السوشيال ميديا الأوروبية بشكل عام. مش الإنجليزية بس لأنه طبعا ده دير في ندي. الرقم ده أنا أول مرة أسمعوا حضراتكم أول مرة أسمعوا آخر ربع ساعة في مباراة اليونايتد والسيتي كان نسبة الاستحواز للمان سيتي 98 في المائة مقابل 2 في المائة لمنشستر يونايتد. حتى لو في تمرين هتكون لنسبة الاستحواز أقل من كده لكن على الإدارة الفنية بيب جارديولا اللي وصفوه الكثير من الناس ويعني من خلال مطابعاته لهذه المباراة جارديولا أدى على المستوى التكتيكي مباراة رائعة على مستوى فني كبير جدا. لكن هل الفوز ده بيجعل جارديولا والمان سيتي والأقرب للبريمير ليج؟ نشوف جارديولا الآي. لا يعجبني الإحساس بأن الشيء الوحيد المهم هو فوز مانشستر سيتي وإذا لم يفز الفريق بسبعة ألقابل في موسم واحد فإن ذلك يعني أنه موسم فاشل. ليس لدي مثل هذا الإحساس أعتقد أن كل شيء صعب ومعقد وأن خصومنا جيدون قدمنا أداء جيدا خاصة في الشوط الثاني بيد أنه كانت هناك متاعب في الشوط الأول إذ تركناهم يركضون كثيرا في الشوط الأول لكننا قدمنا أداء ممتازا أنا أكبر ناقد لفريقي عندما نلعب بصورة جيدة فنأقول أننا لعبنا بصورة جيدة لعبنا بصورة ممتازة في الشوط الثاني من المباراة لدي أحساس بأن العديد من الأشياء سوف تحدث سنواجه مباريات صعبة هناك إشاعات بأننا أبطال الدوري بدلا عن ليفربول نتفوق عليه بست نقاط إلا أن ذلك نبأ زائف لأن لديهم مباراة مؤجلة أعتقد أننا لو حافظنا على ثبات عصابنا واستعدنا نيثان آكي بأسرع فرصة وعودة بقية اللاعبين من الإصابة فسنرى ما سيحدث في المباريات الواحدة والأخرى آمل أن نكون هناك في موقف منافس على اللقب إلى النهاية حلمي أن نكون هناك إلى النهاية أكيد طبعاً بيتكلم بعقلانية جداً يقول لسه الدوري لسه الدوري شغال وهو يتمنى ويحلم يكون يوصل للنهاية ويكون هو البطل مفيش شكل لكن كمان محسن تكلم وقالك لا طبعاً كل شيء وارد وكل شيء في قرط القدم جايز واللي كمان بينافسنا ليفربول وعلى مستوى عالي جداً وبالتالي مفيش ضمان لبطولة الدوريات مدرب كبير ومحترم يعني قال جملة حلوة قال لك فيه إشاءة أنه إحنا أبطال الدوري أو اقترب من فوز بالدوري لا طبعاً لأنه طبعاً مازال صراع النقطة موجودة فيه عشر ونشط على الآل أكيد يحصل فيهم حاجات كتيرة جداً عشان كده هو ده اللي مخلي سيتي فريق كبير يعني يعني احنا بنشجع أكيد لفربول لكن أو أغلبنا طبعاً بشجع لفربول لكن في النهاية لازم تحترم فريق سيتي فريق متكامل من كل إنه واحد عنده بس مشكلة في حياته إن ياخدش ضر الأبطال ومعرفش دي عقدتها هي واضح إن فيه لعنة لعنة أنديت المال سواء هو أو باريسان جرمان وعشان كده يعني ما نيجي للحديث عنها هتلاقي مهما كانت فرص الريال أفضل من هنيجي طبعاً لبطولة أبطال أوروبا لكن هسيب مع حضراتكم ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 28 وروح لفاصل وبعد الفاصل نكمل حوارنا على الكرة العالمية وخاصة على مستوى دوري الأبطال ترجمة نانسي قنقر أهلاً بحضراتكم مرة تانية قبل ما نكمل حادثنا طبعاً مع ناقدنا الرياضي محسن لملوم طبعاً يزاملنا إيهاب الجنيدي ومحبي طبعاً الملكي ما قدرش يفوت الفرصة ومحضر لنا تقرير عن 120 سنة على تأسيس ريال مدريد النادي الملكي نشوفه مع حضراتكم موسيقى موسيقى احتفلت الجماهير الإسبانية أمس بمرور 120 عاماً على تأسيس العملاق الملكي نادي ريال مدريد أحد أبرز وأقدم الأندية العالمية وأكثر أندية إسبانيا والعالم حصداً للبطولات جاءت بداية ريال مدريد بعدما انتشرت في إسبانيا رياضة جديدة جاءت من بريطانيا اسمها كرة القدم خلال أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ومع إقبال الجماهير عليها تم انشاء العديد من المؤسسات الرياضية لممارستها وكانت على رأس تلك المؤسسات نادي مدريد فوتبول كلاب الذي يمثل بذرة إنشاء نادي ريال مدريد بشكله الحالي وفي السادس من مارس عام 1902 أنشأ أخوان بادروس النادي الملكي بشكل رسمي ولم يدر بخل دي بادروس وقتها أن النادي الذي أسسه سيصبح بعد نحو مائة عام أحد أعرق أندية كرة القدم في العالم وأكثرها نجاحاً عبر التاريخ خلال مائة وعشرين عاماً صنع ريال مدريد تاريخاً طويلاً من المجد في العديد من الألعاب ولكن تبقى كرة القدم هي قطعة الماس التي صنعت شعبية النادي الملكي حول العالم يعد ريال مدريد الأكثر فوزاً بالألقاب على الصعيدين المحلي والقاري فقد فاز بالدور الإسباني في أربع وثلاثين مناسبة كما ظهر الفريق الملكي في دور أبطال أوروبا لأول مرة منذ ظهور البطولة للنور عام 1955 ومنذ ذلك الوقت رفع الكأس ذات الأذنين الكبيرتين ثلاث عشرة مرة آخرها في موسم 2017-2018 أما في كأس العالم للأندية فقد نجح ريال مدريد منذ ظهور البطولة للنور تحت مضلة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عام 2000 أي يصبح أيضاً الأكثر تتويجاً بها حيث حصد لقبها أربع مرات أعوام 2014-2016-2017-2018 وفي يوم 11 ديسمبر سنة 2000 عانق ريال مدريد المجد الكبير بعدما تم اختياره من قبل الفيفا كأفضل نادي في القرن العشرين ومن الشخصيات المؤثرة في تاريخ ريال مدريد الأسطورة سانتياغو برنابيو الذي تألق كلاعب وكان مهاجماً رائعاً ومن هدافي الفريق ثم تحول إلى قائد ريال مدريد قبل أن يعتزل كرة القدم في عام 1927 ويصبح جزءاً من المجلس الإداري للنادي حتى عام 1935 وجاء عدد كبير من ألقاب ريال مدريد بفضل الأسطورة خينتو اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس أوروبا ست مرات والذي وافته المنية في الثامن عشر من يناير الماضي كما لا ينسى التاريخ أن الأسطورة المجري بوشكاش الذي كان أحد النجوم الذين عانقوا المجد في ريال مدريد يضم سجل اللاعبين التاريخيين في ريال مدريد العديد من الأسماء من ضمنهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي زين الدين زيدان والبرازيلي روبرتو كارلوس والحارس الإسباني إيكاركاسياس والمهاجم راول جونزاليس والمدافع سيرجو راموس والثناء التاريخي ميجيل بورلان الملقب بشندو وفرناندو ريدوندو وكلها أسماء خالدة في سجلات الميرانجي أهلا بحضراتكو مرة تانية محسن مدريدي والكتالوني مدريدي جدا مدريدي مبروك أكيد طبعا التقرير اللي شفناه تقرير ما فيش شك أن ريال مدريد من أعظم الأندية على مستوى العالم يعني أنت شايفه إزاي على خريطة أسبانيا وخريطة العالم خلال طبعا المشوار الكبير والبطولات أكبر نادي في العالم حق بطولات على مستوى القرية خلينا أقول بس أحايل أستاذ يهاب الجنيد على التقارير الجميل ما هو كمان معه مالك زي طبعا ده الملكي بقى ده الملكي يعني أعزا أقول أحراك أن 6 مارس 1902 تاريخ مهم جدا في كورتو القدم دي نقطة تحول كبيرة في تاريخ كورتو القدم أو بشكل عام يعني على المستوى العالم لأنه ده نادي بصراحة يعني خلقه ليكونه بطلا يعني أنا مش بس محظوظ أن أنا بقى شجع ريال مدريد لكن أنا محظوظ أن أنا زورت النادي مرتين تحس أنه أنت جوة مش أنا طبعا هتكلم على ريال مدريد لكن موضوع مختلف تماما يعني عزا أقول أحراك مثلا بطولات اللي خدها في الستينات بتعضي أبطال أوروبا عاملين في الممر كده جوة عدون في المتحف تقعد تسمع أصوات الجماهير أو أصوات المباريات يعني حطين كده حاجة كده بتسمع فيها سماعات كده كبيرة بتسمع زي الميكروفونات تقرب منها تسمع أصوات بتشوف قدامك المتشاط بتاع الستينات حاجة بقالها ستين سنة ولا حاجة وقعد تسمع الحاجات دي في وقتها دلوقتي حاجة بصراحة عظيمة جدا صحيح في كل جانبات طبعا فريق يعني هتتكلمت نادي الكرن في العالم الأكثر استحوازا أو الأكثر فوزا بالبطولة الأعرق في العالم اللي أقوى بطولة اللي عندها في العالم هي الضارة أبطال أوروبا 13 لقب اللي بعد منه نادي إيسي ميلان الإطالي النادي برضو العملاق الأوروبي ولكن آخر بطولة حصل عليها كان يمكن في 2007 ومع ذلك ريال مدريد مكتسح يعني حتى تحس أنه في البطولة الدورة أبطال أوروبا اللي هي البطولة الأهم والأقوى على مستوى العالم في حتة تانية يعني حتى يتعصر في الدوري الأسباني ويفوز بدورة أبطال أوروبا بالنسبة للدوري الأسباني تعتقد خلاص اتحسمت الأمور بالنسبة للريال مدريد يعني ككرة قدم لا لكن كريال مدريد ودوري أسباني أقول لك اتحسم بكل أمانة 8 نقاط بعيدة عن أشبلية المركز التاني طبعا برشونال مش موجود ويحسب لي طبعا نوع جايل لك في السكة جايل لا بس مش هايلح يعني كمان كمان أسبوعين بالضبط مباراة الكلاسيكو على أرض يعني الله أعلم اللي يحصل فإلا أنا شايف أن بنسبة مثلا 80% ريال مدريد هيفوز بالمباراة دي لأن ما يجي لوقت الحديث عن برشونال أقول لحرك يعني الحاجات خلينا في ريال ومباراة وفوز أربع واحد على ريال سوزيداد اللي عملوا ريال مدريد في ريال سوزيداد اللي ما عملوه بقى ليفربول في وستهام لأنه كان نفس الاستحواز ولكن كان واحد سفر وكان يعني فوز صعبة شغال ليفربول لكن في ريال مدريد بالصراحة فرق شخصيته تماما على المباراة ومداش حتى فرصة للسوزيداد أنه يعمل أحاجة في المباراة وكتسح وقدر يرجع يستفاد بقى من تعصر أشبالية كانت عادل كانت فرق ست نقاط ماتشين لا خلاهم تمانية وابتعد يعني حضرناهم كمان الأرقام تفارد للناس وإحنا بنتكلم على هذه المباراة لأنه كمان كانت مباراة مهمة جدا جدا نوعه بتعب بصدارة الدور اللي جال أنه عنده المتفرغ لمهمة صعبة جدا صعبة شكليا لكن عند ريال مدريد أعتقد هم اللاعبة محفزة نفسهم ووقت الحديث سمعنا ندر أعطال أقول لها حركة يعني وجهة نظر مدريش إزاي ومازال المدريش بيجيب أهداف رابعة جدا جدا لوقت الحديث عن مدريش لازم تذكر سنه كبير أنا أعتقد 35 سنة 36 سنة طبعا ومع ذلك بصراحة متقلق ومش محسسنا أنه سنه كبير طبعا ده لي برضو عشان برضو نكون منصفين لأن الدور الأزماني مش الدور الإنجليزي هو في النهاية فرقتين والباقي كله صباح الفل بكل أمانة يعني فعشان كده ده بيديله أريحية شوية لكن في النهاية برضو بصراحة نادي كبير لوقا مدريش لعب عظيم جدا بكل أمانة قادر يشيل الريال في أوقات لا بصراحة يعني أنا شاف أن الريال عارفة في الدور الإنجليزي في الدور الأزماني من أين أن تبقى للكتف يعني استغل طبعا التدور اللي كان كبير لبرشلونة اللي أخيرا بيرجع استغل ما عرفش مش عارف حتى أتليت كمدريش أنا مش عارف برشلونة في النقاط ولكن برشلونة لديه مباراة مؤجلة يقدر يبتعد عنك كمان بصراحة مش عارف ده إيه بس طبعا دي سيمة الفرقة الكبيرة يعني أتليت كمدريش واخد الدور الأزماني ومش قادر يحافظ حتى على الوصيف حتى قد نرى خارج الدور عبطال أوروبا السنة الجاية فيما لو ما قدرش يصعب هتكون مفاجأة صعب يمكن كمان زي ما انت قلت من الأسباب والأسباب المهمة خلينا نتكلم تعصر برشلونة وغياب أتليتكو مدريد وبعض الناس بتقولون أن السيفليا ما عندوش النفس الطويل يعني ممكن جدا في خلال المباراة اللي جاي أكيد ويحسب برضو لريال مدريد إن قدر يستغل العوامل دي كلها ما طبعا ما ريحش فخلاص بقى الدنيا هيد يتلاق أول خلاص أنا تقريبا حسامت الدور لا إدريا يبتعد أكتر خد الفرق خد ده وإدريا يبتعد العوامل دي كلها للسلاسي أشبيلية أو أتليتكم إدريا أو برشلونة إدريا يبتعد بتمن قطة درقا مش قليل مش قليل عمتهم في كورت قطة لكن كمان في الدور الأسباني ده كتير لأن الناس دي آربهم أشبيلية نفسوا قصير بعد منه برشلونة فرق كبير جدا هيبقى لو كسف المباراة الأخيرة المباراة المتبكة هيبقى 51 نقطة كمان في مباراة كلاسكو يوم 20 في الشهر ده ما بين برشلونة وريال مدريد على أرض السنتاجو برنبيو أعتقد دوافع الريال مدريد أعلى شوية بكل يعني رغم برشلونة جاي ولكن دوافع الريال مدريد يعني في آخر 6 مرشات أو آخر 5 مرشات لم يحقق البرشلونة الفوز على ريال مدريد إن شاء الله المتش اللي جاي خلينا نتكلم كمان على هل حسم أو حسم الدوري الأسباني بفوز ريال مدريد أنشلوتي مدير الفني لريال مدريد قال نشوف ما حضراتكم أعتقد أن هذا نصرا هاما للفريق لأنه أتاح لنا فرصة زيادة الفارق بيننا وبين أقرب المنافسين على صدارة الدوري الإسباني حققنا ذلك تفهم الفريق حاجتنا وأدرك أهمية هذه المباراة سيمنحنا هذا النصر ثقة كبيرة بالنفس قبل مباراتنا التالية ضد باريس سان جيرمان لعبنا بالقوة والإصرار الذي نحتاجه لتلك المباراة وهذا ما أراد المشجعون رؤيته وسيريدون أن نلعب بشكل مشابه لما شاهدوه ضد ريال سيداد ساعدنا المشجعون على تحقيق نتيجة إيجابية أعتقد أن بوسعنا تكرار هذا الأداء في المباراة أمام باريس سان جيرمان محسن تعليق بالضبط كما تكلمني حتى قبل التقرير أنه يستطيع يوسع الفرق بين أقرب المنافسين التي أشبه بالتمام نقاط وكما عشان يريح اللعيبة ويدهم دفع معنا ويد بيرا قدام المباراة المهمة والأهم في البطولة الأهم مباراة أبطال أوروبا بكرة أو بعد بكرة طبعا مباراة مهمة جدا في دور أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وريال مدريد هنروح نشوف ترتيب الجدول للدور الأسباني بعد الجولة 27 وبعده فاصل ونرجع نتائج الجولة 27 للدور الأسباني ونروح لفاصل ونرجع نكمل ونشوف طبعا برشلونة كمان هيروح لفين في الدور الأسباني وكمان عندنا كلام كتير قوي على دور أبطال أوروبا بعد الفصل أهلا بحضراتكم مرة تانية قبل الفاصل كنا نتكلم هل فعلا ريال مدريد حسم الأمور في الدور الأسباني قبل ما نشوف فرص برشلونة ونتكلم على برشلونة والعودة قوية جدا مع تشافي من خلال سلسلة من الفوز وصلت لثمان مباريات خلينا أقول لحضراتكم يعني توقعاتكم طبعا على صفحة قناة النادي الأهلي بنقول أقولوا توقعاتكم لمباراة مهمة جدا جدا في دور الأبطال ما بين باريس سان جمان وريال مدريد من الفائز في هذه المباراة ومن الذي سيتأهل لدور التمانية في دور أبطال أوروبا ده طبعا على صفحة قناة النادي الأهلي وتوقعاتك لنتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جمان أحب أفكر حضراتكم أن النتيجة طبعا كانت في المباراة الإياب كانت 1-0 لصالح باريس سان جرمان هل قادر باريس سان جرمان الفوز كمان في مدريد والصعود لدر التمنيه هل ريال مدريد قادر على تعويض هذا الفارق وزي ما حضرانكم عارفينه وبقى أكد خلاص ما فيش الجون بره أرضك بجونين هتكون النتيجة لصالح الملكي أو لصالح باريس سان جرمان توقعاتكم وإن شاء الله يوم الخميس اللي جاي فيه المحترف هنقول كل الناس اللي قالت توقعاتها الصحة ويعني هيكونوا موجودين إن شاء الله معنا في يوم الخميس بإذن الله توقعاتك لهذه المباراة أسألك أنت قبل نخش على فرشلونة ما تقوليش ريال مدريد عشان انت ملكي يعني توقعاتك الحقيقة بناء على يعني رؤيتك والله كل ظروف بتقول أن باريس سان جرمان في حالة أفضل مش عشان تقمة اللعيبة لأ عشان الإيقافات أو الإجابات الموجودة عند ريال مدريد توقعاتك لأن هتكلم معك في الفنيات في الفقرة بتاع الدورة الأبطال أتوقع ريال مدريد دي تأهل في النهاية ريال مدريد خلينا نرجع تاني للدورة الأسبانية وعايز تقولي كمان هل كنت تتوقع عودة بارشلونة بهذه السرعة مع تشافي كل الناس كانوا بتتكلم فيه تعصر كبير جدا في بارشلونة بارشلونة محتاج أكتر من سنة أو سنتين عشان يقيد ترتيب البيت من جوة لكن في خلال الأسبانية الفاتت وفوز بارشلونة في 8 مباريات على التوالي شايف ده إزاي وهل تشافي عمل إيه بالزبط عشان يرجع بارشلونة بهذه السرعة لا أولا ما كنتش متوقع بصراحة بارشلونة يرجع كنا متوقعون له أنه يبقى في وسط الدورة ويغيب عن دور أبطال السنة الجاية وكمان ممكن يغيب عن الأوروبا ليج لكنه بصراحة رجع بصراحة بسرعة يمكن السبب في وجهة نظره في كده خلاص الكيميا بتاعت تشافي خلاص بدأ يبقى فيه انسجام واستقرار ما بين اللعبة وتفاهم بشكل كبير زائت حاجة مهمة جدا انتقالات يناير انتقالات الشتاء دي بصراحة أصرت معهم يعني هو عمل طبعا داني ألفش حتى لو كان كبير في السنة وطبعا لعب صاحب خبرات يقدر الخبرات بتفرق أو بتبان في الظروف الصعبة اللي زي كده كمان طبعا السلوات اللي يجوم في توريس وأوباميانج وأدامة تروري دول فرقوا حتى فرقوا على مستوى الأهداف ضعفوا النتائج أكتر نشوف مثلا آخر قرات ماتشاط في الدور الأسباني كسبانين أربعة واحد على فالنسيا وكسبانين بلباء وأربعة صفر وكسبانين إليتشي عاملين عليه طبعا مش إليتشي اللي هيتعمل عليه ريمونتادة لكن طبعا مقارنة ببرشلونة لكن في النهاية ده بيحسب ان برشلونة قدر يحقق أربع انتصارات أو تلاثة انتصارات في الدوري متتاليين كان قبل كده الرقم بتاعه كان اتنين بس يعني تخيل برشلونة كان متعسر تماما وخلال الأرقام دي هناخد كمان زالت مدرسة ببرشلونة موجودة اللي هو الاستحواز بشكل جيد جدا استحواز تقريبا تقريبا أول سبعين لتلاتين كمان على مستوى الصفقات زي ما انت بتقول وتقلق أوباما يانج أوباما يانج تقريبا كل مباراة بيحرز هدف واضح كمان وده مهم جدا ان فيه روح جديدة يعني كل الناس بتقول حتى شباب لعندوش خبرات أو لكن واضح جدا الفوس بجب فوس ده برضو فريق كبير يعني برشلونة شيئا ما بانا فريق كبير هو يعني فريق كبير على مستوى العالم مش على مستوى الدور الأسباني فقط فعشان كده الانتصارات بيجيب انتصار والفريق لما بينطفت بينطفت لإسمه يعني بيبقى فيه استنفار للإسم يعني كان حتى لما شفنا في اليوروبا ليك برضو استنفار لإسمه بعد اتنين نابولي في إيطاليا بالزبط طبعا دي سيمة الفرقة الكبيرة يعني شاءا فشاءا بدأ يحصل نعمل الانسجام استقرار التفاهم التعقدات دي كانت مهمة جدا حالت له بعض الآزمات أوباميانج طبعا مش هو أوباميانج اللي كان موجود في الأرسنال توريس أدامة راوري كل ده بيفرق حتى الولاد الصغير مش أقول الولاد الصغيري النجوم خبار كلهم بيلعبوا في الدور الأسباني لكن شباب صغير ده كويس لأن ده بصراحة الدور الأسباني مع عبدات السنة ما كانش حد تفرج عليه كان حاسم لكن كمان على المستوى الإدارة الفنية طبعا تشافي طبعا أدار الملف بمهارة كبيرة جدا تعالوا نشوف تشافي قال إيه بعد الفوز على آلتش 2-1 ونروح منه الفاصل ونرجع نتناقش مع طبعا ناقدنا الرياضي محسن على دور الأبطال ومباريات إن شاء الله الثلاث والأربع بعد الفاصل لا أعلم إذا كان الدور الإسباني يقصر كثيرا لكن لدينا مشاعر طيبة جدا إنه فوزنا الرابع على التوالي وهو شيء لم يحدث منذ فترة طويلة لذا فهي بالنسبة لنا إشارة واضحة على أن اللاعبين يؤمنون بما نقوم به ونحن نعمل بشكل جيد لأنه من المهم للغاية الجلوس في المركز الثالث بانتظار المباراة القادمة بين بيتيس وأثلاتيكو مدريد لكن مع مباراة في متناول اليد الديناميكيات إيجابية من المهم جدا أن يؤمن اللاعبون بما نفعله ونحن نفوز نحن على الطريق الصحيح أعتقد أن النتيجة كانت عادلة كان يجب علينا الفوز بفارق كبير سيطرنا على المباراة بشكل عام لكن إلتشي قدم مباراة جيدة للغاية كان حارسهم رائعا ودفاعهم أيضا كان قويا للغاية ولم نتمكن من لعب الهجمات المرتدة هذه أرضية صعبة للغاية وقد فزنا فيها أحسن برحب بكم مرة تانية ونتكلم على دور الأبطال قبل أن نرى المباراة إن شاء الله بكرة الثلاثة والأربعة في مباراة الدور طبعا اذهب للصعود لدور الثمانية تتوقع بعض المفاجآت في مباراة دي مباراة بكرة وبعضه لا لا توجد مفاجآة تلات مرشات تقريبا نتائج تقريبا تقريبا يعني شبه محسوم أنت عارف مين اللي يتأهل ليفربول وإنتر ميلان أكيد إن شاء الله ليفربول كاسبان خارج الأرض 2-0 ريتسالسبورج مع بارني ميونيخ في ألمانيا واحد واحد أي نعم النتيجة تعتبر جيدة لريتسالسبورج لكن ما أعتقدش بارني ميونيخ هيلاقي صعوبة في اللقاء العودة اللي هو بكرة عندك يوم الأربع مباراة منشستر سيتي وستوبرونتو جمونا دي أصلا كسب بره أرضه 5-0 فما بتتكلم عني فيش مفاجآت خالص يعني تبقى مباراة طبعا ريال مدريد وباريس هنجرمان هي الشغل الشغل في الأربع مباريات بتاع الأزواج هي الوحيدة اللي يبقى عليها الضوء وحتى مع أفضلية طبعا باريس هنجرمان في واحد سفر في المباراة الزياب لكن غير كافي لحسم الأمور الله أعلم إلا يحصل كل شيء وارد خاصة شخصية لريال مدريد بتبان أكتر في دورة أبطال أوروبا بعكس الظروف بعكس كل حاجة عشان كده تلاقي رغم من أفضلية باريس هنجرمان اللي تلاقيه برضو عنده بعض كتير من الألقى مش بعض قدام ريال مدريد ممكن السنة اللي فاتت كان يعني خلينا نتكلم أن كان فيه تقريبا ثلاث فرق على مستوى الكرة الإنجليزية متواجد في يعني في المربع الزهبي تتوقع هذا السيناريو السنة دي كمان يعني أعتقد السيتي وليفربول ممكن أن يوناتد اللي صعب شوية يعني أعتقد يوناتد ممكن يعني لا السنة دي لا ما أعتقدش يبقى فيه ثلاثة طبع ثلاثة السنة اللي فاتت دي صعبة شوية وتبقى الاتنين في النهاية طبعا دور إنجليزي يعني كل شيء ورد في كرة لكن أعتقد سعبة شوية طيب كان لسه دلوقتي يعني بيقولولي برضو في الإعداد كان فيه تقرير طلعت أني النهاردة مفابيه تصاب في التدريب آه بس ومدى تأثير مفابيه على باريستان جرمان خاصة أن المباراة الأولى كان طبعا كينجوف داماتش ويمكن أحرز هدف الفوز تأثير مفابيه على باريستان جرمان إيه وعقلية مفابيه رغم يعني اللي هو هنتقل إلى ريا المدريد أو لكن بيظهر بصورة أكتر من رياعة لغاية دلوقتي مع بيس جيا مفابيه هو اللي بيحدث الفارق مع باريستان جرمان مع كامل احترام لوجود ميسي ونيمار هو اللي بيحدث الفارق حتى هو أنا في وجهة نظره النجم الأول لباريستان جرمان هو الأكثر تهديفا هو الأكثر أسس صناعة أهداف هو المؤثر وهو اللي بيفرق مع نادي باريستان جرمان مش ليونيل ميسي طبعاً ميسي محدش يختلف عليها لكن أنا بأتكلم من لغة الأرقام بتقوله هو أكثر يعني ميسي تعريباً سجل سبع أهداف مش فاكر متذكر بالزبط إن بابي مسجل كان في كل بطة بس هو معدي بصراحة بأرقام كبير هو اللي حدث الفارق هو اللي حتى سجل أهداف حتى وإن كان في وقت صعب جداً من كان لديها 92 لكن سجله بمهارة بمهارة فاكر حب طبعاً ريال مدريد كان درجة محترف ما عندهش مشكل أعتقد حتى الإصابة بتاعت النهاردة في التدريبات ما أعتقدش هتأثر عليه هتأثر على الشراء لأنهم قالوا أنه أعلن الجهاز الطبي اللي باريسين جرمان هو في خلال 40 ساعة يكون تحدد هيعملوا له يعني أشاء وتعليل وأعتقد هو عنده إرادة وتصميم إنه يكون بزراجة أكيد خلينا برضو مع حضراتك ومعاك نفتكر نتائج يعني مبارات الياب وكمان مباريات بكرة هتكون إيه ناخدها سريعا يعني عندنا مبارات طبعا يوم الثلاث بكرة إن شاء الله ويوم الأربع فطبعا مباريات الإياب طبعا يوم الثلاث إن شاء الله مبارا مهمة جدا ليبربول مع الإنتر طبعا وكانت طبعا ليبربول فاز في المباراة 2-0 مباراة الأولى البايرن مع ريد سالسبورج وكانت المباراة الزهاب 1-1 باريس سان جرمان كان الفوز 1-0 باريس سان جرمان ومانشستر سيتي ومان سيتي طبعا يعني خلص وأعتقد الأمور تحسن من نزاله كان 5-0 طبعا على سبورت انجليش بونا وكان تشيلسي كمان فاز على ليل 2-0 زي ما حداركوا شايفين إن المان سيتي مع سبورت انجليش بونا كان فائز 5-0 وكمان تشيلسي أمام ليل كمان الأسبوع اللي جاي إن شاء الله الجولة البعد اللي جاية هتكون طبعا تشيلسي كمان للقرب لكن خلينا نتكلم على حزوز طبعا هل في مفاجأة طبعا ليبر بول 2-0 النتيجة الموضوع بعيد شوية حتى قيمة الدور الإنجليزي عن الدور الإطالي طبعا مع كامل المنافسة شارسة جدا في الكاليتشو تلاقص نقطة نقطة تحت يعني ميلين مبارح بالفوز على نابولي صعد للقمة لكن تبقى مباراة بفرق نقطتين عن إنتر ميلين لكن تبقى مباراة مؤجلة الإنتر ميلين إنفاس فيها بيصعد يعني لعبة الكرس الموسيقية موجودة في الكاليتشو بشكل كبير ورغم القوة دي لكن بصراحة الدور الإنجليزي في حتة تانية خالص بعيدة عن كل الدوريات الأوروبية الحجوة كبيرة بينه بين أقرب المنافسين الإطالة أو الدور الأسباني طبعا هاخد من كلامك البايرن فين البايرن على مستوى الدوري فيه تزبزب يعني ممكن بيفوز بيقصب بالأربعة بعدين بيفوز بالأربعة على مستوى المباراة الأولى أمام سالس بورد واحد واحد نتيجة كانت مفاجأة للجميع التعادل شايف إن المباراة ممكن لإحسر فيها مفاجأة لا لا ما أفقدش لأنه بار مينغ بيظهر يعني دور أبطال أوروبا بالنسبة له هو اللي بيوري لعالم كله طبعا مع احترم طبعا الدور الألماني صراحة بسبب التزبزب والهبوط المصاب بشكل عام مخلي محدش بيتفرج عليه كتير يعني يعني المتابعين المتابعة محدودة بعكس لما كان مثلا دور الألماني فعشان كده خلص محدش تقريبا بيتفرج عليه فهي النفذة بالنسبة لبرني مونيك وطبعا يهمه طبعا هدفه نادي كبير نادي عظيم على مستوى العالم البفاري طبعا أكيد ليه محبين في كل مكان أكيد هو بيطمح لفوز بالدور أبطال أوروبا فهي هي هذه النفذة بتاعته وطبعا حظه بصراحة حظه كويس جدا وبيقابل فريق مع كامل احترام ليه ريتسالس بورج مش لنفسه وكان طبعا يعني زي ما بيقولوا للنهائي المبكر طبعا هي كانت يعني لقاء باريس سان جرمان مع ريال مدريد وانت فاكر اللي حصل في القرع وكان فيه احتجاج للزبطة يعني هما هي ده المرش الوحيدة في اليومين مواطشات بكرة وبعد بكرة هي المباراة الوحيدة اللي يعاول عليها مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان لكن كل المواطشات تقريبا يعني مش عايزهم محاجة تفرج عليها تقريبا محسومة يعني تاجيتها معروفة اكيد ليفربول بالتقدم افضلية الهدفين الموضوع منتهي عفوا باري مينخ على ارضه ونتيجة طبعا مفيش بقى حزبة الهدف لازم يكسب حتى الواحد سفر يا كفير التأهل طبعا مفيش اصلا مباراة ما بين سبورتنج اللي شبونا ومنشستر سيتي الخمسة سفر مفيش مواطشات اصلا مفيش مواطشات يعني مفيش حاجة يعني ده ما حنش تفرج عليها خلص وكويس انها بعد بكرة عشان كل الانظار هتروح لباريس سان جرمان والريال مدريد اللي هي المباراة العظم طبعا صحيح ريال مدريد امام البي اس جي مباراة كلها يعني كل العالم بيرتقى بهذه المباراة واحنا كمان من خلال المحترف وصفحة النادي الاهلي توقعات حضراتكو لهذه المباراة ومين اللي هيفوز فيها طبعا واللي هيفوز فيها طبعا هيصعد يعني لدور التمانية توقعات حضراتكو ان شاء الله يوم الخميس هنقول مين اللي قال التوقع الصح في النهاية بنشكرك شكرا جزيلا محسن نورتنا وشرفتنا شكرا جزيلا شكرا لحضراتكو على المتابعة وبإذن الله اشتركوا في القناة